على بعد أميال من الكريملين، تسود حالة من التأهب القصوى إثرات عيارات في مشهد الحرب مع أوكرانيا مشاهد تحول فيها المهاجم إلى مدافع متأهب موجة من الطائرات المسيرة وضعت روسيا في حالة تأهب قصوى بعد أن وصل بعضها تخوم العاصمة موسكو أمر دفع أعلى السلطات لتشييد الرقابة على الحدود ومراقبة الحركة الجوية وفقا لوزارة الدفاع الروسية، فإن القوات الأوكرانية حاولت مهاجمة مواقع للبنية التحتية المدنية في عدد من المناطق الهجوم استهدف أربع مناطق على الأقل كان أبرزها إقليم كرسندار على الجانب الآخر من بحر آزوف في حين نجحت مسيرة بالوصول إلى محطة غاز تابعة لشركة غازبروم قرب مدينة كولومنا الواقعة على بعد نحو 60 ميلا جنوب شرق موسكو أمر يعتبر سابقة في الحرب التي بدأت لتوها عامها الثاني الاستهداف أجبر موسكو على رفع مستوى مراقبة الحدود وإغلاق المجال الجوي لمطار سان بيتروسبورغ مؤقتا وإبعاد الرحلات الجوية وتأخير أخرى الكريملين اتهم كييف بالوقوف وراء الهجوم لترد الأخيرة بالنفي على لسان ميخايل بودولياك مستشار رئيس مكتب الرئيس الأوكراني أوكرانيا لا تضرب أراضي روسيا الاتحادية أوكرانيا تخوض حربا دفاعية بهدف نزع احتلال كل أراضيها في نهاية فبراير العام الفائت اتهمت موسكو كييف باستهداف بيلغورد وكورسك وبريانسك الروسية المتاخمة للحدود واليوم تتجدد المشاهد والاتهامات نفسها لكنها أكثر عمقا وقرما من تخوم الكريملين